خبر آخر مهم نتوقف أمامه والحق نشيد بالجهد اللي أدى لفوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بغالبية الأصوات كان بنافس الوزير أشرف صبحي الرئيس السابق للاتحاد الجنوب أو الجنوب إفريقي في الانتخابات اللي تمت النهار ده في جنوب إفريقيا التصويت بقى بعض التفاصيل كده عنه كان 23 صوت ده الإجمالي دكتور أشرف صبحي الحقيقة أخذ 20 صوت مقابل 3 أصوات فقط للمنافس الجنوب إفريقي وده زي ما حضراتكم شايفين المفارقة كبيرة جدا من 20 ل 30 صوت من إجمالي 23 صوت وده الحقيقة برضو مهم جدا نحن نحطه في إطاره الطبيعي بيعكس استعادة دور مصر الطبيعي والحقيقي سواء دوليا أو إقليميا وده برضو لازم نقول أنه هو حصل بفضل مجودات كبيرة وخطوات قوية إما من القيادة السياسية أو بدءا من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أعاد رسم السياسة الخارجية المصرية خصوصا بقى على المستوى الإفريقي وشفنا جهود كبيرة حصلت على مدار السنوات الماضية لربط مصر أو إعادة ربط مصر بعمقها الإفريقي كنا منعزلين أو كنا بوعات كتير لفترات طويلة لعقود طويلة كنا بعيد قوي عن العمق الإفريقي بتاعنا وكأنه تبعدت المسافات أو ما بقاش فيه تواصل بيننا وبين الأفرقى ودور مصر أقل بشكل كبير جدا لكن بدأنا نعيد استعادة الدور ده وبدأت تعود مصر لمكانتها الطبيعية إما باللقاءات المهمة اللي حصلت أو بالإشارات والرسائل اللي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة الدول الإفريقية للشباب الأفرقى بتنظيم منطقيات ومنتديات وفعاليات كتير مختلفة للجهد الدبلومايسي اللي مصر بتقوم بيه في إفريقيا أيضا للخطوات الكبيرة اللي بنقوم بيها في إطار التنمية في دول إفريقية مختلفة في مجال البنية التحتية في مجالات التواصل الثقافي حتى وزي ما شفنا قبر زي ده الحقيقة بيعكس بقى نجاح كل الجهود دي ما أنت النهار ده لما بترسل مصار وتبدأ تشتغل عليه بجدية لازم تحصد نتائج المصار ده ولازم المصار ده في الآخر يثمر عن وجود مصري قوي في إفريقيا بنشوفه النهار ده في المحافل الرياضية الثقافية التنموية وشايفينه أيضا سياسيا بشكل حاضر وقوي فالحقيقة إشادة مهمة وبنبارك دكتور أشرف صبحي على الفوز ده خاصة أن الرقم وفرق التصويت كان كبير لصالحه الحقيقة 20 في مقابل 3 أصوات فقط لجنوب إفريقيا ده كان أمر مهم جدا